أدانت مصر وبأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهل المعمداني في قطاع غزة والذي أصفر عن سقوط مئات ضحايا الأبرياء والجرحة والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي بيان النصادر عن وزارة الخارجية اعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية يعد انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة كما طالبت مصر جميع دول العالم لسيما الدول الكبرى وذات التأثير بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبررفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت